ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تأسست سنة 1984 بتشتغل على عدة برامج منها برنامج العنف وبرنامج الأليات الدولية وبرنامج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في خلال الساعة القادمة نحن نكون بالناقش معكم مجموعة من الأسئلة حول العنف وتحرش في عالم العمل وكيف يمكن نخلق تحالفات دولية وأقليمية لتصديق على تفعية 190C وهيكون في الساعة القادمة في اتنين متحدثات مي صالح ونيفين عبيد مي صالح هي مديرة برنامج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ونيفين عبيد هي بحثة في عضايا النوع الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر منذ اليوم و scary تم تقلق مي صالح وتيجه المرسى من العقادة اراسيا البعائق ستشهر ستشهر ساعدك مي صفر شوك شكرا 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 اشتركوا في القناة 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 but not limited to deliberate intimidations and sustained disruption of the discussion. Participants are obliged to be respectful and refrain from the society of prejudices and inequalities. And participants who engage in disruptive behavior may be muted or removed without prior notice. To minimize disruptions during the session, participants are asked to turn off their videos and mute their microphones, especially if you're expected to load the language. Please close any unnecessary programs within your chats or any other applications on your device. Also feel free to use the public chat to engage with one another and also within the discussion. This session is also being live streamed on your AP's YouTube channel and also our Twitter page. And the recording would also be available publicly afterwards. Now I will hand back over to Hager of the New Roman Foundation to take the conversation forward. Thanks, Marissa. Good morning. Good morning. لمدة ساعة من الوقت احنا نكون بنقش مع بعض مجموعة من الأسئلة اللي بتدور حوالين ليه لازم ولماذا يجب علينا التصدي للعنف داخل أماكن أو عالم العمل وازاي ممكن نخلق تحالفات دولية وإقلامية للتصديق على ادفاعية 190C ففي المرحلة دي هتكون معنا مي صالح بحثة في قضايا النوع الاجتماعي لمدة 15 دقيقة لتحدث حوالين هذه الموضوعات فضل يامي شكرا هاجر وشكرا شبكة إورا ومنتظى نساء الجنوب على الفرصة دي أنا بس بستأذنكو أنت ممكن أعمل شير سكرين فبليس ممكن تشكرا جزياء من التصديق شكرا للمشاهدة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 Okay, thank you. All right. Just trying to get us started. Okay. Thank you. Thank you. Okay. Can we move, please? Thank you. Okay. Thank you. 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 بيوفر كتير في معدلات الاقتصاد لأنه الحقيقة التصدي للعنف بيقلل من التكاليفة الاقتصادية للعنف لأنه العنف في مكان العمل تحديداً بيكلف مليارات الدولارات سنوياً سواء في مجال الرعاية الصحية أو الأضايا المنظورة أمام المحاكم وعلى سبيل المثال مثلاً في استراليا المؤشرات كانت بتقول أنه العنف القائم على الجندر سوف يتكلف يكلف الاقتصاد 15 ألف دولار سنة أسترالي وأنه في مصر كمان بتفقد تقريباً حوالي مليون ونص يوم عمل سنوياً للنساء بسبب العنف الواقع عليهم كمان مهم جداً أنه نشتغل على تحسين معايير الصحة والسلامة وتحسين العلاقات الاجتماعية والعلاقات الصناعية وده كله بيساعدنا في التصدي لأضايا العنف والتحرش لو جينا بصينا على لو جينا بصينا على بعض المعدلات الخاصة بالعنف العالمية هنلاقي أنه في نسبة كبيرة الحقيقة تتعرض من للنساء فيها العنف في أماكن العمل وتحديداً في أفريقيا تقريباً النسبة 77% في أوروبا النسبة بتقل شوية أثارها السلبية على الفرد والمجتمع والاقتصاد الكلي للدول هنا بنشوف أكتر أماكن العنف أو أكتر أشكال العنف شيوعاً في مكان العمل هنا بنشوف أكتر أشكال العنف شيوعاً في مكان العمل وده عن طريق كمان أكتر من استقصاء أن العنف النفسي بشكل عام هو طبعاً لأنه أكتر أشكال لأنه أكتر أشكال أو يعني هو أكتر الحاجات التي تؤثر على النساء بالتأكيد هو الوضع النفسي فالعنف النفسي بيشغل الحيز الأكبر يليه العنف الجنسي في أماكن العمل ثم إشكاليات التمييز التي تحدث ويليه خالص العنف البدني من الأسئلة المهمة أيضاً واللي إحنا حريثين إننا نترحل النقاش مع حضراتكم أيضاً هي لماذا تحتاج العاملات في القطاع الخاص والقطاع الخاص والقطاع غير المنظم إلى حماية خاصة Can we replace? Can we move? Okay, thank you الحقيقة أن وضع العاملات في القطاع الخاص والقطاع غير المنظم هو وضع زوح حساسية وخصوصية شديدة جداً جداً وذلك لعدة أسباب أولاً هشاشة الوضع المهني للعملات في القطاع الخاص والقطاع غير المنظم حيث غياب الحماية التشعية هشاشة في التعاقدات وأحياناً كثير العمل بدون تعاقد أو بدون سياغة رسمية للحقوق الواجبة بين الطرفين في ظل أيضاً سوء الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية أيضاً هناك إشكالية تتعلق بضعف الوعي بالتشعيات الغانونية والأليات الدولية للحماية وأيضاً يظهر ذلك بشدة أيضاً في قطاع غير المنظم وخصوصاً أنه معظم أو يعني نسبة كبيرة من العاملين في المستوى التعليمي ليس كافياً أو مناسباً أيضاً لدينا إشكالية متعلقة بعدم التزام أصحاب العمل بمعايير العمل اللائق وهي من التحديات الخطيرة في العمل في مجال القطاع الخاص وقطاع غير المنظم وخصوصاً أن أصحاب العمل هدفهم الرئيسي أو بغيتهم الرئيسية هي الأرباح والإنتاج على حساب الحقوق والمعايير اللائق أيضاً تواجهنا مشكلة ضعف قدرة النقابات إن وجدت في الحقيقة في القطاع الخاص والقطاع غير المنظم على المفاوضة والتفاوض من أجل حقوق العمال وهنا أيضاً لأن أصحاب العمل يقاومون بشدة فكرة حرية التنظيم وبناء حركة عملية ونقابية قوية والأسف هذه المسألة تواجه الحركة النقابية والاجتماعية في مصر بشكل عام وبالتالي تؤثر على نسبة أو قدرة النقابات على المفاوضة أيضاً لدينا كما تحدثت غياب ضمانات الحماية القانونية والاجتماعية والحماية من العقل في الحقيقة أننا بنص القوانين المصرية أيضاً يتم استثناء عدد من الفئات من الحماية من ضمنها عملات الزراعة والعملات الخدمة المنزلية أو العملات المنزليات وذلك أيضاً في ظل إسرار الحكومات وأظن أنها ليست حكومة المصرية فقط في الحكومات العربية بشكل عام على رفض التصديق على اتفاقية 189 صدر على منظمة العمل الدولية وخاصة بها حماية العمال المنزليين وأيضاً الاتفاقية 190 التي لا تزال حبيثة الأدراك ولم تلقى التصديقات الكافية إشكالية الأخيرة التي نتحدث عنها في مشكلة التعامل مع القطاع الخاص والقطاع غير المنظم هي ضعف توفر المعلومات الدقيقة حول العملات بالقطاع غير المنظم تحديداً وهناك إشكالية أيضاً تسبب فيها مسألة التسجيل والإثبات القانوني للمهنة داخل بطاقات الرقم القومي وبالتالي يصعب حصر هذه العمالة ويصعب بتاعي الوصول لها وأيضاً يصعب تنظيمها داخل روابط ونقابات ومع ذلك فإن الإحصائيات أو المؤشرات العامة تشير أن العاملات في قطاع غير المنظم على سبيل المثال في مصر يزيد عددهم أو نسبتهم عن 45% من إجمالي العاملين بهذا القطاع إذن هي نسبة كبيرة تقترب من النص وليست بالهيينة ولكن مع ذلك هي تعاني معاناة شديدة من إشكاليات التشريعات وسوء الأوضاع العمل وهشاشة النظم الحماية والتي ظهرت بشدة أيضاً أثناء فترة الكوفيد Next slide, please Thank you في هذا الرسم التوضيحي حوالنا أيضاً رصد مرتكبي العنف في أماكن العمل وبالتالي يظهر بشدة أن المدير المباشر أو المشرف المباشر في أماكن العمل يحتل النسبة الأكبر من حالات ارتكاب العنف نظراً لإحتكاكه وارتباطه بالعملات في العمل لمدة طويلة وعن قرب يا لذلك زميل في نفس المستوى الوظيفي هو من يرتكب العنف بشكل كبير ثم يتساوى في تقريباً يتساوى في النسب أن يحدث زميل في مستوى وظيفي أقل من العاملة أو شخص آخر كعميل بيتعامل مع مكان العمل وهنا يبرز أيضاً دور تفقية منظمة العمل رقم 190 للحماية من العنف وتحرش في عالم العمل لأنها تناولت جميع القطاعات الجغرافية للحماية من العنف سواء حدث في مكان العمل أو في أماكن التدريبات والمؤتمرات سواء حدث من الزملاء المسجلين في العمل أو حدث من عميل خارجي اللي هو ما يسمى بيه الطرف الثالث أو الطرف الآخر أو ما يسمى أيضاً بيه المتدربين والمتطوعين في أماكن العمل وبالتالي وسع ذلك من نطاق الحماية من العنف داخل أماكن العمل نأتي هنا لدور التحالفات الإقليمية والحقيقة أن الاتحادات الدولية العمالية سواء العمالية الدولية أو الإقليمية والاتحاد الدولي للنقابات له يمضور كبير في التصدي للعنف وطرح بدائل للحماية من العنف وتبني البلود والحقوق التي وردت فيه الاتفاقية وبالتالي إذا أردنا أن نقيم تحالفات ومجموعات عمل الدولية فأظن أن أصحاب المصلحة الرئيسية في مثل هذه الحالة وهي الاتحادات الدولية والنقابات والتي هي على رأس القائمة للدفاع وتصدي لأشكال العنف ضد النساء وبالتالي يجب علينا عقد هذه الشركات مع الاتحادات الدولية والحقيقة أن بمجب ما نشرته منظمة العمل الدولية فأعتقد أن عدد كبير من الاتحادات الدولية العمالية والنقابية قامت بتعديل ما في سياستها وبرامجها وقامت بعدد من الجهود للتوعية بأشكال العنف والتحرش في عالم العمل وأهمية التصدي لها بل وأيضا لجهود دفاعية لضغط على الحكومات من أجل تصديق على الاتفاقين أيضا يكون لدينا طرف أصيل في هذه المنطقة يجب علينا أن نعمل معه حتى وإن لم نصنع معه تحالفات ولكن لدينا خطة للتعامل معهم وهم جمعيات المستثمرين ورجاء الأعمال باعتبارهم طرف أصيل في تفعيل الاتفاقية ويمكنهم أيضا العمل من أجل تحسين شروط وظروف العمل وبئة العمل خاصة النساء وضمان بيئة آمنة ومحفزة للنساء كذلك أعتقد أن جهود الاتحاد الأوروبي كانت جهود جيدة خلال الفترة الماضية لطرح عدد من السياسات والبرامج وظن من ضمنها أيضا نقطة ضوء وهي مبادرة بقعة ضوء وهي مبادرة همة جدا تصدت للحماية من العنف واطرحت عدد من الأفطار والمقترحات والسياسات والبرامج للتصدي للعنف وهنا يأتي السؤال الذي نعمل أن تشاركون معه في الإجابة وهو sorry can we can we move the slides hello can you hear me okay one slide again please one again thank you very much السؤال الذي يطرح نفسه هنا للعمل من أجل التصدي للعنف والتحرش في عالم العمل وهو كيف يمكننا العمل معا من أجل التصدي حقيقة تغيير تغيير السياسات الوطنية والمحلية في البلدان المختلفة وبالتالي سوف يترطب عليها تحسين شروط وظروف العمل الاتفاقية 190C والتوصية 226 الملحقة بها هم أهم وسيقتان الآن متاحة على الصعيد العالمي بالإضافة لي sorry hi apologies to the interpreters to the English interpreters we're hearing two voices on the channel just letting the both of you know we're hearing two people speak at the same time thank you thank you okay اسم ثلاثة على التوصديق على الاتفاقية يتم وضع تعريف أكثر محدد لممكن أن يعتبر عنفا قائما على الجندر في مكان العمل يمكننا أيضا إعطاء توجيهات واضحة لأرباب العمل والعمال فيما يتعلق بمسؤولياتهم لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل والتصدي له أيضا مساعدة أرباب العمل في سياغة سياسات مصممة جيدا للموارد البشرية تحتوي على إجراءات واضحة لتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي بما في ذلك أثر العنف المنزلي على أماكن العمل وهو أيضا ما أشرت إليه الاتفاقية وهو أيضا يعد طفرة مختلفة للتعامل والتعاطي مع قضايا العنف مساعدة أرباب العمل على وضع إجراءات واضحة للإبلاغ عن المظالم والشكاوى وحماية الشهود والمبلغين وضمان حماية تحقيقات عادلة أيضا تقديم التوجهات بشأن الشكاوى والتعاطي معها كذلك تحديد أفضل لمسئولية أرباب العمل عن العنف وتعزيز مفهوم المسئولية الاجتماعية للشركات وهنا لابد من العمل على المسئولية الاجتماعية للشركات ليس فقط من مقاربة خدمية بل أنها لابد أن تنبع من مقاربة حقوقية ومقاربة تمكينية ترى في المسئولية الاجتماعية جزء يتعلق بالمسئولية الداخلية عن العاملين وبالمسئولية الخارجية المتعلقة بمسئولية جهة المجتمع وبالتالي مسئولية داخل العمل المتعلقة بالعملين هي المسئولية عن تعزيز معيين العمل اللائق وأيضا الحماية من العنف ووضع السياسات وضابط صارمة لهذا الأمر كذلك خلق ثقافة في مكان العمل بمعنى أنه لا يتم التغاضي أو التعاطف أبدا مع العنف الجنسي كذلك من الأشكاليات المهمة جدا أو الحلود المهمة جدا هي تعزيز دور النقابات والاتحدات العملية في التصدي للعنف وتبني المعايير التي كفلتها الاتفاقية 190 تحسين استلامة في العمل والحد من الخسائل الاقتصادية الناجمة عن العنف القائم على النوع وكذلك التأكيد على أن التصدي للعنف هو معيار أساسي من معايير الصحة والسلامة المهنية أيضا أحد من المخاطر الدعاية السيئة والأضرار التي تلحق بالصمعة بسبب حوادث العنف القائم على الجندر والحقيقة أن اهتمامنا بتوجيه عدد من الجهود لأرباب العمل هو جزء مقصود تماما لأنه كما سبق وأشرت أنه أرباب العمل هم أكثر الأطراف مقاومة للتصديق على الاتفاقية نظرا لأنه هدفهم الرئيسي ليس حماية العاملات أو العاملين من العنف ولكن هدفهم الرئيسي هو تحقيق الأرباح وبالتالي لابد من الضغط أو توجيه الإشارة إلى أن الحماية من العنف هي أيضا تقليل للنفقات التي قد يضطر لدفعها أرباب العمل نتيجة انتشار زواهر العنف وبالتالي يصبح المجتمع أكثر أمنا للنساء تأكيد أيضا مرة أخرى على دور النقبات وأهمية دور النقبات وأهمية أن تتح حماية لعاملين بالنقبات والعملات بالنقبات لطرح قضايا مثل قضايا العنف والتفاوض حولها وكذلك تمني النقبات نفسها لمدونات سلوك حامية من العنف وعدم التغاضي أو التعاطف نهائيا مع العنف المبني على النوع الاجتماعي لقد تقدم أن النقبات نفسها كان نموذج واعي ومختلف لأصحاب العمل وللحكومات نفسها أيضا أشكركم على الاستماع وأترك الكريمة لزميلتي شكرا شكرا يا مي على العرض الوافي الدمتي في اللحظة دي نحن ندعو حضراتكم لمشاركتنا الحوار حوالين أي أفكار أو أي أسئلة بتتبادر إلى زهنكم في اللحظة الحالية حوالين العرض التي تفضلت ما يبتأديمه لينا ممكن يعني حضراتكم اللي حابة أو حابب يتكلم عشان نفتح المايك نرفع الهند أنا أظن لأنه نيفين كانت بتحاول تدخل هل نيفين هتقدر تكون معنا في اللحظة دي أمان هل ممكن نفتح المايك للأشخاص الذين رفعين إيدينه ممكن دلوقتي ناخد تعطيب أو أسئلة على الجزء اللي تراحته معي وبعدين نجين لما تنضم لنا نقدر تدخل تتحدث في الجزء الخاص بي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر شكرا لكم شكرا لكم I have a question, and it's in regards to getting, you know, women that are in the informal sector towards involving. So my question is, how do we get the women that are working in the informal sector involved in the movements towards ratifying ILO C-190? Because when you look at the conversion in itself, the protections offered are very wide in terms of encompassing what most regulations do not cover. So how do we get women that are working in the informal sector, women that are not ordinarily protected by the employment laws. So people like domestic workers, women street vendors involved in the movement or in the struggle towards advocating for the ratification and the adoption of C-190 in the national laws. Hello, good morning. My name is Rosalyn from Nigeria. I work with Itim Bono Gender Concerns Foundation. Thank you so much, Maya, for today's presentation. Thank you for teaching us on how to be able to set modalities to protect women in the workspace. But I have a question. So for me, I want to know how, as a gender development expert, how I could protect not just women and men in the military in Nigeria. Don't forget that trying to bring a GBV protection policy in the military in Nigeria could be tough because you're also dealing with patriarchy system of people who don't understand if women are relatively humans, especially because from the salutation, you don't hear in the military where a woman is saluted or greeted as ma, it is sa. So everything about the military works against women. So how do I create policies or create a workable plan to be able to infuse a non or a free gender based society amongst the workplace in the military? Where the men are not being left behind. They also understand that we are about gender equality to protect them. And then we are also protecting the women. How do we go about it? Because we've tried different models and approaches in Nigeria here. Yes, a few of them are saying they stand with women. But really, when it has to do, it's the right thing to be done. When issues comes up, you truly don't see these women being protected. So we would need this work. I sincerely appreciate the work plan and modalities on how to have a gender balance workplace protection policies, trainings, what to do, and make sure that the military, the Nigerian police and every other paramilitary organization in Nigeria puts male and female are protected and they can allow us to do what we need to do without the male sector feeling that we are taking over and wanting to just speak for the women. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much for this tribunal is really helpful and important because I was listening from whole session this morning. and also that actually we listen from Bangladesh, Thailand, Nepal, and different countries and different sectors about the agenda of the silence. So my suggestion is that we need to be work on two areas. First of all, the how to ratify ILO Convention 190 is a wall of work is very important. If any country is a legal binding, then we can put pressure to our government and also supply chain who are the accountable from the brand and others producing in our country and different countries. Also another thing like Bangladesh, we don't have the sexual harassment abuse law. So most of the time denying and ignoring the women are abusing harassment. So these are the area how we have to take some action plan from through our tribunal and campaign through the different countries as well as ILO and different European Union or UN bodies. How can we work on this? How can we work on this area as a social civil society? There have been different activists because this morning also I found very painful when the Thai sex workers are abused by the police and that broker men, how they play game and take the money. They are day by day by day is going to be victimized and also it's not only the physical, it's also financial and work everywhere. So the ILO Commission 190 is must need to be ratified. We need to work on that. And each country has not known, also we need to work on this. From this tribunal we can take some action on this. Thank you very much. Thank you. Thank you, Nazmo. I don't see any other one. Is there anyone from you who has a question or a question or a question that I want to address for the question in this part? Thank you so much. Thank you so much. Thank you. دلوقتي عندنا مجموعة كبيرة من الأسئلة والأفكار الكبيرة لحضراتكو طرحتوها في العشرة دقائق اللي فاتت ماي هتتفضل بمناقشة الأفكار والأسئلة لو حضراتكو طرحتوها جاهز يا ماي شكراً يا هاجر شكراً لكل المدخلات والأسئلة والأفكار اللي اضطرحت والحقيقة يعني أنا بكتهد مع حضراتكم للإجابة عليها لأنه إحنا كلنا عارفين أنه تغيير الثقافي خصوصاً في قضايا المساواة بين الجنسين والحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي هي خطوات طويلة المدى وليست بالسهلة وبالتالي تحتاج لجهود كبيرة حتى إذا تم التصديق على الاتفاقية فليس مؤشراً على إنهاء العنف ولكنها خطوة على الطريق وهي خطوة مهمة لوجود مرجعي دولية بالنسبة لي السؤال المتعلق بخبرات المرأة الجديدة أو يعني عملنا إيه فيما يتعلق بالحماية من العنف والتصدي لي وأيضاً التصديق على الاتفاقية الحقيقة إحنا بنشتغل من عدد من السنين مع المجموعة من النشطات في المجتمع المدني وأيضاً النقابين والنقابيات للتصدي للعنف في أماكن العمل وتبني معايير أكثر عدالة ومعايير أكثر انضباطاً للحماية من العنف وبالتالي خلال السنوات الأخيرة وبعد الصدور الاتفاقية في 2019 أصبح لدينا تركيز أكتر على التوعية بالاتفاقية والبرود والحقوق التي وردت فيها وأيضاً العمل من أجل التصدي للعنف والتصديق على الاتفاقية وبالتالي لدينا حملة موسعة على المستوى الوطني يشارك فيها عدد من المؤسسات والنقابات المختلفة وأيضاً نشارك مع بعض المجموعات الدولية ومع بعض الشبكات التي لنا عضوية فيها مثل الشبكة العالمية للحلوات الصدية والاجتماعية أيضاً لدعم جهود ضغط من أجل التصديق على الاتفاقية وتحديداً أصبح لدينا في حملة 16 يوم الدولية لإنهاء العنف مراسم سنوية ومناسبات سنوية أيضاً للحديث عن الاتفاقية والتصدي للعنف أيضاً كان لدينا برنامج للمسؤولات الاجتماعية للشركات وبالتالي تم العمل من خلاله على عدد كبير من الشركات المصرية لتوجيه رؤية المسؤولات الاجتماعية داخل الشركات نحو الحماية من العنف وسياسات الحماية من العنف وبالتالي كان لدينا عدد من الأنشطة والإصدارات المتعلقة بهذا الأمر أيضاً المرأة الجديدة تنصق أو تدير مجموعة عمل وطنية من أجل إصدار قانون موحد للعنف ضد النساء وبالتالي يشمل أيضاً القانون الحماية من العنف داخل أماكن العمل ولكن بالتأكيد تواجهنا مشكلة هي غياب كل التشريعات المصرية أو غياب التشريعات المصرية المتعلقة بالحماية من العنف تحديداً داخل العمل قد يكون قانون العقوبات بيتناول العنف بشكل عام أما العنف المتعلق بالعمل فهو تقريباً غائب عن الساحة التشريعية حتى في خلال مناقشات قانون العمل الحالي لا يتم أبداً منقشة مسألة الحماية من العنف أيضاً حتى في استراتيجية المجلس القومي للمرأة أو التي تناولت استراتيجية تمكين المرأة أو التي تناولت بعد التمكين الاقتصادي كما تناولت بعد الحماية من العنف أيضاً لم يتم إدراج الحماية من العنف في أماكن العمل بشكل واضح وصريح أو إتاحة الحديث حول عقوبات أماكن العمل التي لا تتبنى معايير السلامة والصحة المهنية ومعايير الحماية من العنف وهي إشكالية أيضاً نعمل عليها الآن المشكلة المتعلقة أو السؤال المتعلق بالعمال الغير منظمة وهي طبعاً إشكالية خطيرة توجهنا وخصوصاً أننا كان لدينا عمل طويل مع عملات المنازل وعملات في الزراعة البحتة لأنهم مستثنيات من الحماية بموجب القانون وكان هدفنا الأساسي هو إتاحة تسجيلهم في السجلات الرسمية وإضافة كلمة عاملة منزلية أو عاملة بالزراعة إلى بطاقة الهوية أو الرقم القومي وهو ما كان أيضاً به مشكلة في التسجيل من زاوية والمنزاوية الأخرى متعلق بعدم رغبة العملات أنفسهن للتوصيق هذا العمل في بطاقة الهوية نظراً للنظرة المجتمعية المتدنية لهذه الفئات في العمل أيضاً لدينا إشكاليات مع بعض العملات بالجنس التجاري وهم أيضاً من العملات التي تحتاج بشدة للحماية من هذه الاتفاقية أيضاً لأنهم يتعرضن بشكل كبير جداً للانتهاكات الجنسية دون حماية وهنا أيضاً لا يزالوا لا يرغبون في إبداء أو تسجيل مهنتهن في البطاقة نظراً أيضاً للنظرة المجتمعية والنظرة القانونية أيضاً لهذا المسألة فإذن كان هدفنا الرئيسي هو أن يتم إثباتهم في السجلات الرسمية ومن ثم يمكننا حصر عددهم أو التعامل معهم بشكل واضح ولكن ما يساعدنا هو أننا نعمل على التواصل مع بعض الروابط الخاصة بهن في المحافظات المختلفة وبعض النقابات حتى وإن كانت نقابات مستقلة وغير مسجلة ولكن يمكننا التواصل عن طريقهم وبالتالي التعبير عن أصواتهن وترح القضايا الملحة كما يتعلق به مسألة وضع المجتمع وحسب ما فهمت من السؤال وهو مجتمع أبوي بالأساس وبالتالي هو أيضاً مجتمع متعايش مع العنف ومتقبل ومتواطئ معه بشكل كبير وخصوصاً عنف الموجه إلى النساء وبالتالي بالتأكيد نجد صعوبة وكما ذكرت في بداية التعقيب أن حتى تغيير القوانين تغيير التششيعات لا يعني بالضرورة ضمانة حماية النساء لأنه مع الأسف هذا المجتمع يتبنى نظرة ذكورية بحتة ويتعامل بمنطق الوصاية الأبوية على أجساد النساء وبالتالي يتعامل بمنتهى الأرياحية والاستجابة مع قضايا العنف وإذا أيضاً أضفنا إلى ذلك أن معظم أصحاب الأعمال وأصحاب الشركات الكبرى هم أيضاً من الرجال ومعظم حتى من هم على رأس النقابات نفسها هم أيضاً من الرجال وبالتالي تصبح المعركة أكثر صعوبة ولكننا نراهن الآن على ما يعمل عليه معظم التوجهات العالمية وهي فكرة تعزيز منطق الرجولة الإيجابية أو الزكورة الإيجابية في مواجهة الزكورة السمة والسلبية وهي إشراك الرجال في مواجهة العنف وهي المدرسة الأكثر نتجاً الحقيقة باعتبرهم ليسوا معنفين بل أنهم أيضاً سيكونوا شركاء في وقف هذا العنف الذي خلفته ثقافة أبوية وزكورية بالطرور أظن أيضاً أن السؤال المتعلق بمسألة التصديق على الاتفاقية هي أيضاً مسألة مهمة وأظن أن منظمة العمل الدولية تدفع بشكل كبير جداً على مستوى الاتحادات الدولية والاتحادات العملية وعلى مستوى الحكومات تدفع بقدر ما كبير للضغط على الحكومات وتحسين ظروف وشروط العمل وبئة العمل وبالتالي التصديق على الاتفاقية المنظمة أيضاً تدفع بجهود كبيرة لتوفير مواد تدريبية وعلمية لمنظمات المجتمع المدني والنقابات وتدريب عدد كبير منهم الحقيقة على التوعية بالبنود والحقوق الواردة في الاتفاقية وأيضاً الضغط من أجل تطبيقها فأظن أن أيضاً دور المنظمة هو دور واعي جداً ولذلك أعتقد أن ما يتبقى هو دور مجتمع المدني بشكل أساسي والمجتمع المدني بطرفيه الأساسيين وهما النقابات والمنظمات الأهلية للدفع بالتصديق على الاتفاقية وهو ما يحدث الآن من خلال حملات مشتركة سواء محلية أو إطلمية وشكراً على أسئلتكم ودخلتكم شكراً جداً يا مي شكراً لحضرتكم على كل هذه الأسئلة والأفكار شكراً يا مي أنك وضحتي أن كل إجابة عندك هي طرح مش إجابة ومش سياسة يعني أنا محتاجة أتأكد دلوقتي إذا كانت نيفين هتدخل ولا لا أنا بحاول أكلمها بسوارح أنه يعني الاتصال مش بيكتمل طيب في خلال الساعة اللي فاتت أنا في اللحظة دي هقوم بتلخيص كل الأفكار والموضوعات اللي تم ترحاها في خلال الساعة اللي فاتت ماي عرضت بعض الأفكار الخاصة بزي ممكن كمنظمات وكتحالفات نشتغل على تصدي العنف وتحرش في عالم العمل واستعرضت بعض معدلات العنف في أماكن العمل في العالم والتي تضح منها التساع ظهرت العنف في كل مكان في العالم تقريباً في كل القراط وكان في استعرض كبير جداً لأكتر أشكال العنف شوعاً كان على رأس أشكال العنف الأكتر شوعاً هو العنف النفسي ثم الجنسي والتمييز بين الجنسين فالعنف الجسبي كان في سؤال كبير جداً وده كمان من الأسئلة اللي حضرتكم تشبكتوا معها في أسئلتكم وفي طرح الأفكار ليه العاملات أو لماذا العاملات في القطاع الخاص والقطاع الغير منظم تحتاج إلى حماية خاصة وكان فيه نقاش أو حوار بأفكار ترحت من الماء في البداية ثم حضرتكم عقبتم ببعض الأفكار ثم ماي نقشت بعض هذه الأفكار في النهاية ثم كان فيه جزء آخر عن رصد لمرتكبي العنف في أماكن العمل من هما الأشخاص الأكتر ارتكاب العنف في أماكن العمل وتطرقت ماي في اللحظة دي أو في الوقت ده وهي بتناقش أماكن العمل إلى لفظة عالم العمل وأنه زي هو كل الأماكن المحيطة بأماكن العمل أنه مش بس مكان العمل اللي احنا كنا بدنا نتصوره من لما نقول أماكن العمل كان فيه كلام أو نقاش عن دور التحالفات الدولية والإقلامية والمنظمات المحلية في التصديق على إتفاقية 190C وكان فيه أسئلة مهمة جدا من حضرتكم حوالين الخبرات السابقة للمنظمات في المجال ده في التصديق على الإتفاقيات بشكل عام وفي العمل الحالي على التصديق على الإتفاقية 190C وكان فيه طرح مهم بتصوره في تأدير الشخصي مهم عن الجدود المحلية والإقلامية والدولية الحالية اللي بتبذل في الوقت الحالي من أجل التصديق على إتفاقية 190C وكان فيه كمان طرح أو اقتراح لسياسات وبرامج من أجل التصديق على الإتفاقية في الوقت الحالي من تفعيل لدور النقابات على سبيل المثال من خلق ثقافة تنهض العنف في عالم العمل من الضغط على الحكومات ومن توحيد الجهود إلى ما غير ذلك وكان فيه سؤال عريض كده زي إحنا يمكننا التصدي أو العمل معا زي إحنا كمنظمات وشبكات وجهود مدنية يعني في المشاركة المدنية زي إحنا ممكن نعمل معا من أجل التصدي للعنف وتحرش في عالم العمل فدي كانت أبرز العنوين أو الموضوعات التي تم تطرقها في الساعة الماضية إحنا بنشكر حضراتكم على الأفكار والموضوعات المهمة أنا كنت طول الوقت بدون بعض الملاحظات من كلام حضراتكم وكانت مهمة وسامينا للغاية بشكرك جدا يا مي على البرزينديشن اللي تقدمت بيها وبشكر الشبكة على الفرصة الطيبة في حد رفع دي ففضلي ؟ المنسى أكد هلوWow everyone Thank you so much for this wonderful presentation and this very important discussion My name is Thomas Hridas I have been working in Awas foundation وإذا أريد أن أضع شيئ من مرة من خلالنا، من البعض المتصدر، نحن قد 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 قلنات من قبل هذا المؤشرات من البعض المتصدر ومن قد قبل كل ما يمكننا أن أكثر من تحزن بخلال كمقرارات المتصدرية تحديث بلايات العالم ومع وطرح الكلام ودرس في مناسبة spring لذلك، يمكن يدفعية لديهم وكما يدفع المناجمة وترجم العقاب المتظيم 再ما يدفعهم وألاحنا داخل والتخطر هذه الأمور مباشرة ها هو المرغب في بحالة ومن ويجأة هذه المنتظرية يتعامل الوصف الصوتية في هذه المراغة لعملنا المشكلة ممتازين القوة الأولى with gender issues and gender waste violence issues, we have seen so many patterns, so many types and so many things that the ILO Convention 190 is the only strong tool which can help us, help the country eradicate these issues from everywhere as it says strongly ومتحدث عن العالم المتحدة وهي تطلب الكثير من الأشخاص وهي تطلب العملية والمشاركات من الاشخاص من الاشخاص من الاشخاص من الاشخاص من نفسنا نفسنا نعمل مع مختلفين المتحدة نحن نمشه الناس المنشهور ونحن نحن نمشه في عملية المنشهور ونحن نظام نحن نظام أنه يمكن أن تفعل المنشهور والمجرم ونحن نظام the importance of ILO convention 190, this would be the most important place to make the stakeholders and governments to ratify this important convention. We have great response from different sectors and thanks to IRO and thanks to this global tribunal where we لقد كانت هذه المرة لتعرفة مهمة وعندما يجب أن تتعرف بإمكاننا ومع المفترات ومع المؤكسة لهم ومع المؤكسة لهم ومع المؤكسة لهم لهم من قبل أن نتعرف ونعرفنا عن كثير من الناس. شكراً جزيلاً شكراً على المداخلة دي وأتصور أننا نتفق مع الأفكار المطروحة أنه دي ممكن تكون حقوق الإنسان مش ممكن هو حقوق الإنسان متربطة جداً وأنه التهديد حق من حقوق النساء هو تهديد لكل الحقوق وأنه كمان العنف في عالم العمل هو لا ينفصل عن العنف في المجال الخاص أو العنف في أي مكان فدي هي الموضوعات متربطة بشكل كبير قد داليا مي بس أنا مأكد أنه شاركت مع حضراتكم فيديو إحنا عندينه في إطار حملة التصديق على الاتفاقية اللي هي التعريف بالاتفاقية أو يعني التلخيص أهم البنوت الواردة فيها هو مترجم بالعربية والإنجليزية عايز أقول أن إحنا كمان أطلقنا عريضة بعد إصدار الفيديو في ذكرى إصدار الاتفاقية في يونيو 2019 وأطلقنا وثيقة أو عريضة للتصديق على أو الاتفاقية من جموع المواطنين والمواطنات والمهتمين والتوقيع الإلكتروني وبالتالي سوف نتوجه بالتوقيعات للحكومة والبرلمان للمطالبة بالتصديق على الاتفاقية وشكرا جدا وبعتذر عن غياب زميلتي نيفين لظروف طريقة شكرا جدا وشكرا يا أورا وكل المنصقين للدعم اللوجيستي والفن شكرا يا مي أنا أحبها المرة الأخيرة أشكر حضرتكم أنا تشرفت جدا أن أنا كنت معاكم كنت بسمع كل الأفكار والمداخلات المهمة أحب أشكر شبكة أورا الدولية على تحت الفرصة لنا للمشاركة في هذا الوبينار المهم وشكرا جزيلا شكرا يا مي شكرا جزيلا for your testimony and thank you Heikar for leaving the session so I would like to thank everyone for joining our next session would be from 8 to 10 p.m. Malaysia time which is 8 to 10 a.m. Eastern time so we look forward to seeing you then for the second hearing on GBV yeah, thank you so much for joining us Have a great day, evening, morning. Bye. Bye.